نحن نرى إنه سام أم لا أهم شيء تشيله من تحت لأنه لا يوجد حوصلة ومن تحت زهري تقريبا وهذه له حلقة وهذه كبيرة الساق وأبيض ومن فوق أبيض على الأغلب أنه فطر يأكل لكن عندما يتأكد أنه سام أم لا سام ممكن أن يكون النوع الذي يتحول إلى صفر والذي يتحول إلى صفر ريحته ليس جيد فهذا يكون سام بسبب إسهال وجعب البطن ومراجعة كمان خاصة إذا أنت بتجرحه نجرح الفطر أول شيء ها مثلا أحد الطرق ها أجرحه هل تحول إلى أصفر وإذا قلنا هيت مش شايف أنه متحول إلى أصفر طيب من تحت نشوف كمان شان نتأكد هل تحول إلى أصفر لا تحول إش لا أصفر طيب من شوم ريحته آه ريحته يانسون ريحته يانسون وما تحول إلى أصفر هذا يا عمي فطر اللي هو اللي هو بسموه بالإنجليزي هورس مشروم هاي العائلة من نفس عائلة الفطر اللي منشتريه من السوق نفس العائلة اللي منشتريه من السوق فطر لايق ومرتب ما تحول إلى أصفر بالمرة ريحته ريحة يانسون ريحة كويسة ريحة مشروم معناته مش سام لو تحول إلى أصفر سام لو تحول من هون لزهري أو أحمر ممتاز أما أصفر لا لأنه فيه نوع سام اللي هو بتحول إلى أصفر بسموه يالوستين الفطر اللي هون شبيهه بس كبير من تحت شوف 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 محلة شوف شوف صور صور شوف هذا فطر الهورس مشروم فطر الحصان بسموه الإنجليز إذا منشيله من تحت من هون ما بتحول إلى أصفر شايف ما تحول إلى أصفر إذا شرحناه شوية من هون ها شايف ما تحول إلى أصفر إذا تحول إلى زهري أو أحمر مليح بس مش تحول ولا لون ولا لأي لون كمان كويس الشغلة الثانية بدك تشم مش واضحة كثير تكسم شوية قسمه وبتشم مشروم عادي يعني هذا واضح يا نسون بس هذا يا إخوان نفس النوعي اللي لقناها سيات بس واحد كبير هذا مرتب على الأكل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة